السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة دايما بقول لكم إن إحنا في أسوأ مئة عام في تاريخ الأمة الإسلامية من جميع النواحي الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر إن في آخر الزمان هتبقى في فتنة كبيرة جدا جدا تاني أعظم فتنة بعد فتنة الدجال تخيلوا إن هذه الفتنة هي فتنة علماء السوق الأئمة المضلين اللي حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام واعتبر إن فتنتهم من أعظم الفتن بل هي ثاني أعظم فتنة بعد فتنة الدجال ليه؟ لأن الكلام في الدين وأن أنت تصبغ الباطل حق والحق باطل بصبغة الدين وأن من البيان لسحر هو ده اللي بيخلي ناس كتير تشوف الأمور على عكس الحقيقة وللأسف الشديد إحنا ممكن بشؤم هؤلاء الله سبحانه وتعالى ينزل علينا صاعقة من السماء تشلنا كلنا بشؤم هؤلاء الأئمة المضلين اللي أخبر عنه محظرا عنهم النبي عليه الصلاة والسلام تعالوا نسمع النهاردة كلام واحد من هؤلاء وفي الحقيقة يعني كلامه فيه تلبيس كبير جدا جدا واستغلال عواطف الناس علشان خاطر يلبس الباطل بالحق والحق بالباطل تعالوا نسمع لمدة 59 ثانية تقريبا ثم نعود إليكم علشان نبين هذا الإفك المبين حكومة حماس اللي قامت في غزة هذه حكومة خرجت عن العهد والميساء اللي وقعته الضفة الغربية ومنظمة فتحة المعترس بها دوليا في أوسو فيعتبر أهل حماس على هذا النظرة إيش؟ خواري ناقضين للعهد هذه الحماس هي اللي بتقول الأنفاق لنا نحن المقاتلين أما هؤلاء المستضعفين وكذا فهم مسؤولية أهيئة أرمان المتحدة إنه الآن ترى بيصير إنحراف المشكلة المشكلتنا إيش؟ القدس ولا مشكلتنا غزة؟ القدس الآن سار إنحراف فين سار تفكير الناس؟ الغيرة على إيه؟ مو على القدس اطلع السنوار هذا يحي السنوار مدري يحي السيوار مدري يجي يقول يقول لسه أنا ما وريناكم اللي عندنا يشي اللي عندهم؟ الآن نص غزة راحة والدمة صح؟ إيجا النص الثاني راح نسلمه لكم زي ما سلمناكم النص الأول بحركات كده بلا تفكير بعد ما سمعنا هذا الكلام أولا عايز أقولك اوعى تستهين بهذا الكلام لأن الناس دول لهم أتباع الناس دول لهم أتباع بأعداد كبيرة يعني مزاي ما انت فاهم إن دولة قلة والموجة دية والنغمة دية من الكلام نغمة عالية جدا خاصة مع يعني طول فترة الحرب اللي شغالة الآن واستمرارها دخلين على ثلاث شهور فهذه النغمة بدأت إن هي تعود من جديد وكان جاي علينا بإيه هذا الكلام وحقنا للدماء وكل هذه الشبهات ونسينا السؤال الأهم ده السؤال العلمي في معركة الوعي الكبيرة إن هل يجوز أنا بكلمك بقى من النحية الشرعية البحثة هل يجوز أن يتقاعس أصحاب الأرض في الدفاع عن أرضهم الإجابة إذا قدروا على ذلك يأسموا جميعا يعني إيه؟ يعني لو ما دفعوش عن أرضهم وهم قادرين يقعوا في الإسم الشرعي مثل هذا الرجل اللي هو لا يفقه أي شيء في دين الله بيتكلم ويلبس على الناس ويقولوا إن هما يأسموا إن هما بيحربوا العدو شوف الأمور اتقلبت إزاي ويقول إن الأبطال هما خوارج بيصفهم بالخوارج ليه؟ قالك لأن في الحقيقة والله دول مش معترف بيهم دوليا حسب اتفاقية أسلو والله يفكرني برضو باللي بيقول إن الأرض لم تملأ ظلما وجورا عشان محكمة العدل الدولي هؤلاء يا أحباب والله قلوبهم معلقة بالمنظمات التي ما أنزل الله بها من سلطان قلوبهم معلقة والله بغير الله قلوبهم معلقة بالبشر وبالأعداء أغبياء كمان يعني غير إن هما عندهم خلل في العقيدة ولكن عندهم غباء منقطع النظير يعلقوا الآمال بالعدو ويصفوه ويدلوا الصبغة الشرعية يعني عشان خاطر مش معترف بيهم ثبقا لاتفاقية أسلو بقوا خوارج الدين ده جاي منين الدين ده يعني أنا مش عارف الأحكام دي ايه المصدر الشرعي بتاع اتفاقية أسلو لهذا الرجل الجاهل اللي هو أقل ما يوصف إنه رجل جاهل ويقولك إنه هما شغلون عن قضية القدس شغلون عن قضية القدس على أساس الناس اللي هما بيتحاربوا الآن في أرض العزة دولت بيتحاربوا عشان خاطر غزة شوفوا عايزي ينقل ويحور الكلام لهذا المعنى القضية معروفة وبؤرة الصراع إن لو خلصوا على الناس اللي في أرض العزة وهذا لن يحدث بإذن الله هذا لن يحدث لو خلصوا على الناس اللي في أرض العزة أول حاجة هيخلصوا عليها بعدها على طول المسجد الأقصى والمقدسات ودي حكاية معروفة جدا ولكن يعني كلام غريب وكارثي وهذا الكلام يجلب اللعنات الناس اللي بترفع زروة سنام الإسلام بتهاجم إما للناس اللي نيمة على ظهرها في البيت تعمل إيه بتهنيها بتشجعها هؤلاء هم المخزلون المصبطون لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال أنا عارف اسمه ولكن لن يعني أعيروا اهتمام إن أنا أذكر اسم هذا الرجل الجاهل بأحكام الدين وأنا أؤكد لكم ذلك وفي الآخر يقولك إن نص غزة دلوقتي ماتت انت خايف أوي على الناس اللي بتموت طيب أين كنتم يا من تتكلمون الآن الغيرة أخذتكم على غزة طيب ما تكلمتوش ليه عن سوريا والمجرم اللي قاعد بيقتل الناس في سوريا ليه ما تكلمتوش عن هذا المجرم ليه لم تقوموا بالشجب لكن انتو شغالين بالرمود بتشتغلوا بالرمود أول ما يشاوروا ليكم كلاب حراسة يقولك اتكلم عن ده تقوم تتكلم عنه ما تتكلمش عن ده ما تتكلمش عنه فأنتم والله يعني خنجر في ظهر الأمة الإسلامية ونخشى على أنفسنا أن ينزل علينا غضب من السماء لهذا الكلام الكارثي الذي ليس له أي علاقة بالدين ولا بالعلم الشرعي وهو طالع بالزي واللحية والغطرة عشان يضحك على الناس الطيبين ويعني بنحذر من هذه النغمة وقلولنا رأيكم ايه في التعليقات وشارك الحلقة للأهمية لو شفت إن هي مهمة اضغط على زر العجاب لك وشاركها وانشرها في معركة الوعي الكبرى الشرسة اللي احنا بنخضها بارك الله فيكم انتظرونا بإذن الله بعد قليل مع الحلقة الرئيسية هامة جدا وكلام وكلام في منتهى الأهمية بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة